السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا قرأت المنشور عن التأثير المسيحي وعلى التأثير المسيحي على المسلمين والفكرة جميلة وصحيحة ورائعة وطيبة لكن كلامه على أن الكثير كتب عن اليهود وآثارهم صحيح لكنهم تجنبوهم تجنبوا ذكر الآثار الحقيقية لليهود لم يكتب إلى الآن كتاب مؤصلة قرآنيا عن أثر اليهود ولا مسيحيا خاصة الأثر اليهودي واضح في القرآن الكريم وهو ينحى المسلمين عن التأثر بها الكتاب طبعا واضحا في المدينة ما كان فيه ليهود النصارى كانوا في اليمن وفي بني تميمة حيانا وكذا لكن الأثر الكبير كان ليهود المدينة في تحالفها مع بعض المهاجرين وفي شك بعض المهاجرين والأنصار بعد تحوير القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول لما ينقلب على العقبيه واضح الله ما شرع على تحوير القبلة إلا حتى يبتلي هذا المجتمع ممن يتبع الرسول من ينقلب طيب فإن ما شفنا ولا منقلب تسترنا على أثر اليهود لأنهم هم الذين كانوا المستشارين للخلافة والسلطات ومؤامرة جمعهم لإسرائيل ونقل يعني ولا خرجوهم إلى الشام وثم هم بنوا اليهود مع الخلافة بنوا مؤامرة مصر التصالحية ثم ألحق بهم معاوية النصارى بحكم البيئة النصرانية الواسعة في الشام التي بقيت أغلبية إلى أيام الحروب الصليبية فالجيش الذي استباح المدينة أكثر هو نصراني والجيش الذي حارب عليه أكثر هو نصراني والجيش الذي هدم الكعبة أكثر هو نصراني قبائل الكلب والأخم وجذام والغساس النصرانية وهذا بالدراسات فعلا أنه أصبحت الأغلبية الإسلامية في الشام بعد الحروب الصليبية فقط من هم من يتقدم يقول أيام المتوكل 24 منتصف القرن الثالث لماذا إهمال الأثر الأموي والأثر القرشي لماذا فقط اتهام المتأخرين الذين هم نتيجة كالشافع والبخاري هم نتيجة هم نتيجة هم مساكين مثلنا أتوا على شيء ورددوهم بنية الرواية بنية العقائد بنية الجبر والتجسيم والإرجاء والجبر والطاعة الحاكم وتقديسه والقتل الرد كلها بنيت في عهد بنية ومية ليش يتجنبهم المفكرون العرب ليش ما هذا الحنان العجيب على بنية ومية إذا كان هذا نتيجة ضعف علمي هي مشكلة وإذا كان نتيجة التجاهل مشكلة أكبر ويجب التأصيل أن يبدأ من القرآن ما يبدأ من أنه وظى فيه كحبل أحبار وكذا من القرآن ذكر الأثر يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من اليهود الكتاب يردوكم بعد ولكم كافرين وذكر تحبونهم ولا يحبونكم الله أكد أن الصحابة ومع الأقل لأقل نصفهم معظم كثير منهم يحبونهم يحبون اليهود نحن قلنا لا ما يحبون وهم الذين رووا التعاطف معهم ونسبوا إلى النبي بني قريضة ونسبوا إله كوارث حتى يتم التعاطف مع اليهود مثل هلوكوست هذا في ألمانيا هكذا هل مكر قريش وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم الله وصف مكرهم تكاد تزول منه الجبال وقع في هذا الفكر المفكرون وغيرهم للأسف وقعوا ضحية لهذا المكر القراشي ثم الأموي وهم بعضهم من بعض السالمون كانوا قلة من أهل بيت النبي والمستضعفين حمار سلمان المقدار الذين ليسوا من قريش بعضهم أكلوهم قريش وبنوا أمية هم الذين أتوا بدين جديد وزبرجوه وصلحوه ما أدري متى يدرك هذا المعنى إذا ما كان عندنا دراسة تأصيدية من القرآن ما ينفع نذهب للشافع مئتي واربعة هم نتيجة هؤلاء أحبابي البخاري ومسلم هم نتيجة خلاص أتوا وقد دبغ العديم ها وطأة السلطة قوية شكرا لكم برك الله بيكم